بكرة الناس أولادنا وبناتنا سيستيقظهم وأحفادهم ربما أحفاد أحفادهم الجماعة وقد استعملوا المريخ فعلا واستعمروا أكثر من كوكب وتبدأ الحرب تصير فعلا إيش يعني أنت ستيلر يا وورز حرب بين النجوم بالأجرام السماوية ما تقدر تكسب نسبة واحد في المليار انتهيت فمسطح حمود قال أنا أتخيل هيك هم سيسيبهم الأرض سيخلوهم كب نفايات ومين سيظل فيها هنا إحنا وليسينا المتخلقون بتعونها ضد المؤامرة ويقول باي باي لا حنوكل لا حنشرب لا حنصني حنضيع ضياع الأبد إحنا ملنا علاقة بالعلم هذه بالعكس نحن نحارب هذه العلوم الكونيات وعلوم كذا وبنزهد فيها وقال لك الفلسفة نجاسة والمنطق زندق وكذا ابعد عن كل كلمة فرهة هم فهمين إيش إنك أنت بتقدر تجيب كل حقائق العوالم من كتاب الله غلط هذا غلط رهيب جدا جدا وإنت ما تنتظر من كتاب الله أكثر من ماذا من أن يشق لك الطريق وإحنا بالداء المشايخ الله يهدينا ويصلحنا ومرات بن قسيم بقول الله ليكثر من أمثالنا والله العظيم الله ليكثر من مشايخ الأمة لأنني أنا شايفهم في معظمهم ساهموا بقدر أو بآخر في مزيد من تخلف الأمة إيش رأيك؟ والله العظيم لا حببوها في المعرفة ولا حببوها في العلم ولا فهم الدين صح ولا طبقوا صح ولا علمونا دينا إيه صحيحا إيش رأيك؟ علمونا دينا يعلمنا الكراهية والبغضاء والحق فماشى الله الخطاب الإسلامي يقول لك خطاب الديني خطاب محوق مخيف مرعب مرعب مزق الأمة كره الأمة وطبعا إنسى إنسى علاقته بالعلم والمعرفة في منتهى السوء والبؤس في منتهى السوء والبرش حلفين خمسين يمين أنه يظلهم إلى حد لا نهائي ربما أعداء العلم والتقدم العلمي بحجج ما أنزل الله بها من سلطان يعني لم نكتفي بمعادات علم الأحياء التطوري حجة الإنسان أرسل قرد ومش قرد وكذا هذا الفهمنا ما شاء الله علينا لا حتى علم الفيزياء الفلكية وعلم الكونيات كوزمولوجي الآن تفضل مثقفين إسلاميين قاعدين يجبون ويسخفون ويرغبون عن هذا العلم ما مشكلتك مع علم الكونيات؟ قالوا لا أبي خالف الدين هذا خالف كتاب الله لا أنت من أهل كونيات ولا أنت من أهل تفسير كتاب الله ونقول هذا يتنقصا للناس أنت اللي تقول عن حالك لغتك العربية طريقتك في فهم النصوص مستواك المعرفي في علم النحو والصرف وأصول فقه تقريبا صفر مش أنت اللي تقولي بختلف ويختلفش مين أنت؟ ولو كان عندك مستوى مش هتقول زيك روح تعلّم ارجع تعلّم لو تقوله عبر ستين سنة حتى سبعين ارجع تعلّم حيث تعلّم ابن ست سنين ابدا من أبي أنت ماذا تعلّم بشيء؟ أحسن ما تلقى الله وأنت مدّعن تهرب بما لا تعرف وتتكلم وتخفو ما ليس لك به علم وستسأل قلت في ناس يفكروا أنه ليس سيسأل إذا تكلم في قضايا علمي وفكري وفلسفية لكن في الدين تتكلم في الحال والحال لا يا حبيبي والله مرات يكون الكلام في الدين أهوى أن تتكلم في قضايا مثل هذا ما رأيك؟ سأقول لي كيف أهوى؟ أنا أقول لك كيف تربية اللحية إعفاء اللحية يا مولانا وأنت ليس مولانا ولا مولاهم أنت إنسان عادي من الشيخ لكن عامل فيها شيخ صدّك حفظ لك كم من سورة دعوكم تأم تسموكم الشيخ ليس هكذا الناس هناك الشيخ حميدة هناك الشيخ حميدة وراح الشيخ حميدة صدّكت أنت الذي لا أقول لك بعد ذلك يا شيخ حميدة تزعل شيخوني من شيخون؟ صدّكت هذا البلاء الذي نحن فيه أيضا مبلاء عدم ما معرفة الإنسان؟ تواضع ومعرفة خدر نفسي إياك على المتشبع بما لم يعطق كلابس التوابية يزور إصحى تلقى الله وأنت أي صاحب يزور إياك لازم حدك وتواضع على الله وخليك صادق الله يحب الصدق المهم فأسألك إحفاء اللحية يا مولانا يقول الله مالله جائز أنك تحلقها العديلة كذا وخبصت جبت كلام كذا لا يوجد شيء لا تعمل خطيرا لأنه فعلا فيه ناس قالوا يجوز حلق النحلة المتأخرين من المتأخرين بعض المتأخرين الشافعية وكذا قال لك يجوز والمتقدمون لديهم موقف متشدد حتى من الشافعي متشددون جدا بعضا لا شيء يصبح فيها شغلة كبيرة صراحة مع أنه غير تتكلم وتفتي وأنت لا يعلم إياك لكن لا تنهدم الدنيا لا ستدفع المرسلين ضريبة رهيبة لفتواك الجاهلة هذه التي قد تكون أصبت فيها وافقت فيها قول بعض المتأخرين من غير علم روى التلمي على عباس قال عليه الصلاة والسلام من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطر يعني أثم لما وجدت معاك رمية من غير رمية هذه المرة أصبت ستقول كمان عشر مرات ستغلط ماذا؟ نسع مرات كيف تلقى الله بهذا لا تتكلم ما تتكلم أنت ليس من أهل الإختصاص في المجال ما تتكلم في شيء لا لم تقتله بحثاً وتحقيقاً ما تتكلم في ما لا تعرف كل ما تعرف كل ما تعرف كل ما تعرف لكن شوف عاد لو أجو سألوك وشي أخوك يا حميدي وتقول لهم التطور بقول قرد وهذه كذب فرضية كاذبة وانتهت في أوروبا وكذا الكوزمولوجيا حرام ويعلم كله سخيف ويعلم كله أشبه بالخرافات وكلها مجرد نماذج رياضية ما عليها أي إثبات وكلام كله أشبه بالخيال كأن الكوزمولوج عارف إيش قصائد شعر هذه علم إلها علاقة بكل ما نخوض فيه ممكن أن يكون مستقبل الحضارة ومستقبل حتى الهيمنة مرهونا بهذه العلوم حددتكم مرة عن دكتور الله يعطيه الصحة والعمر العالم مصر الكبير فاروق الباز ربنا متع به قال أنا لما كنت مسؤول عن برنامج معين في الدراسات العليا تابع أكيد طبعا لناس أغيرها قال طبعا أحزني أنه من بين حوالي هو ذلك الرقم يمكن مئة وعشرين ومئة وخمس وعشرين طالب تقريبا في طالب واحد عربي وقريبا من مئة صينيين صينيون والبقية هنود من دول ثانية الصين داخل في مجال بقوة رهيبة ما دخلك يا صين قبل أربعين سنة كان عندك مجاعة أرز وهم أصحاب مزارع الأرز لم تجد الأرز تكلوه كنت فقراء قبل أربعين سنة لسا اليوم تعملوا هذا عين السماء راديو عين السماء بقطر خمسمائة متر ليش؟ فهمين وبعثين مئة واحد دكتور فاروق البارس كان بتبعهم كل دكتوراه فقط في علوم الفضاء ليش؟ فهمين هم العلم خطيرة جدا 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 بكرة الناس أولادنا وبناتنا الأرض صحن والأرض هي مجنة بكذا وكذوبة ناسا سيستيقظهم وأحفادهم ربما أحفاد أحفادهم الجماعة وقد استعملوا المريخ فعلا واستعمروا أكثر من كوكب وأكثر من جرم سماوة من هذه الأجرام وتبدأ الحرب تصير فعلا أيش؟ يعني أنت ستيلر يا وورز حرب بين النجوم بالأجرام السماوية لا تستطيع أن تكسب نسبة واحد في المليار انتهيت بدأ نمروك في ضربة واحدة من الفضاء أنت كل بلدك في ضربة واحدة موجهة ولا تستطيع أن تصدى لها بأي معنى المعنى انتهيت خلاص بنهوك وبعدين ما زي ما قال مستوى حمود الله يرحمه هذا الرجوع عندنا بؤية كثيرة ذكية مرة تحدث عن مستقبل العرب والعلم كذا وحكى وقال أنا أتخيل يوم وكأنه قال ليس سيكون يوم بعيد يعني العالم سيكون غادر الأرض واستعملوا الكوكب الأخر مثل المريخ بالذات هذا لأنهم يفكرون فترة ضويلة بدهم يعملوا غلاف جوي صائحة المريخ المريخ هي مشاكل المريخ في عنده تراوح تقصي رهيب مرات تصل حرارة ما ناقص ثمانين تحت الصفر ومرات تصل لعشرة فوق الصفر بلس تراوح تسعين درجة مخيف كيف نعيش غريب بعدين في عواصف من أنواع مختلفة بعدين ما فيش في مجال المغناطيسي ما فيش مستمر مجال متقطع العرض مجال ما شاء الله مستمر من فوق لتحت الشمال الجنوب هؤلاء شوية وبنقطع بيجي من هنا وبنقطع من تحت مخطع كوكب غريب على فكرة فيه أشياء غريبة جدا فهم كلهم هابدوا على الجوه بدنا إيه نصنع غلاف جوه غلاف جوه غلاف جوه غلاف جوه طريقة ما فممكن أن ينجحوا ثلاثي أو ربعين أو خمسين سنة ما بنعرف ويستعمروا فمسطح حمود قال أنا بتخيل هيك هم سيسيبهم الأرض سيخلوها مكب نفايات يعني في الحين أصبحت مكب نفايات يعني والعزوم والعزوم ممكن نسيبوها إلنا ومين سيظل فيها هنا؟ إحنا وليسينا المتخلفون بتعونا هذه المؤامرة ويقول باي باي خل الأرض إلكوا سمحناكم فيها تربعوا فيها فحجوا فيها يا عرب ويا مسلمون لا حنعرف نساوي شغل لا حنوكل لا حنصن حنضيع ضياع الأبد هم سيكونوا ما شاء الله صاروا تنقلوا بين النجوم والكواكب أصر حمود قالها رحمة الله عليه والله بدنا نقرب إن شاء الله إحنا ملنا علاقة بالعلم هذه بالعكس نحن نحارب هذه العلوم الكونيات وعلوم كذا وبنزهد فيها إذا جيت للتفكير والتفكير المنطقي المشهوذ والمسائلة لكل شيء واستشارة كل شيء وتقصي كل شيء اللي اسمها الفلسفة ليس كمذهب كمنهج كطريقة كهوس في التفكير حرموها وقال لك الفلسفة نجاسة والمنطق زندق وكذا يبعد عن كل كلمة فرهة هم فهمين إيش إنك أنت بتقدر تجيب كل حقائق العوالم من كتاب الله غلط هذا غلط رهيب جدا جدا وإنت ما تنتظر من كتاب الله أكثر من ماذا من أن يشق لك الطريق حين كنت شابا في شيء كان عندي رعب يجيني شوف هذا تأثير التربية الدينية النمطية اللي أنت ربيتها تلقيتها في المساجد والله العظيم كل ما فكر في الموت سبحان الله طبعا أنا عندي النزعة هذه أنا أطالع في أشياء كثيرة و أحبك الله خلقني هنا و هنا و أحب لكن كل ما يستبد بي هاجس الموت ذكر الموت سبحان الله أتراجع أقول لا خلاص لماذا فلسفة لماذا فيزياء لماذا فلك أعطيك هذه خليك مع القرآن خليك مع العبادة قم صلي و خلاص بعملها نصف ساعة ساعة كذا بقدرش في الأخير شوك المعرف عندي جنوني بها رجع لكتب تبعتي برج كال عندي كان هذا الصراع أتعبني أتعبني وأنا شاب والله العشنات من عمري فضل الله تبارك وتعالى وصلت لمرحلة معينة من عمري أبدا صرت أتقرب إلى الله بهذه القراءات والله العظيم وأعلم أنه لو جاء ملك الموت الآن 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 يخبض روحي لن أندم قيد شعره ولا كسد لحظة ولن أتراجع بل سألقى الله تبارك وتعالى وأنا أطلب هذه العلوم وأحاول أغوص في محطاتها الكبيرة وأنا لسا على الشاطئ وأستفيد لماذا طيب؟ صار عندي يقين مطلق صراحة مطلق إن أنا هكذا أمعا في عبادة الله وإجلال الله وتوقير الله ما لكم لا ترجون لله؟ وقار هيك أنا أوقر الله وقر الله أني أحاول أجتهد أن أفقي خاتم رسائله كل شيء في الكون من أبدأ أصلا؟ رب العالمين من الحط في القانون؟ رب العالمين من اللي سيّروا بالقانون؟ رب العالمين إذن أنا جزء من وظيفتي جزء من حقيقة عبادتي وتألهي هو إيش؟ أني أقف على حيثيات على تفاصيل عمل هذا القانون وهذا القانون وروح هذا القانون هيك بكون وقّرت ربي هيك بكون أقول له يا ربي أنا الآن حاولت أن أساهم في قراءة رسائلك يا رب أنا لم أتحاشاها لم أتغاض عنها أبداً أنا لم أتركها خلفي ظهرياً أنا عبأت بها باليتها اهتممت بها أخذت على محمل جد يا رب سأقول لي وهذا إيه؟ من جوهر عبادتي هذا من جوهر عرفاني فهمتم؟ لما وصلت للحظة هذه ارتحت راحة لا يعلمها إلا الله وزاد شغفي وجنوني العلمي تحت لكن شوف إجربت الشخصية أوقفتني على البون الواسع بينما خلصت إلي بخبرتي وهداية الله إلي وبينما ربيت عليه في المساجد تربية تقليدية وهذا على فكرة هي التربية الشائعة في عالم الإسلامي أن التقرب إلى الله والعبادة والتألف وطلب الحسنات عن طريق أشياء معروفة لكل تقليدية وبس وعدم البحث وعدم الإمعان أحد الأخوة الأكاديميين قبل لا يمكن بضعة أشهر سبعة ثمانية هكذا يعني بضعة أشهر أسمعني رسالة من رجل أكاديمي آخر لم أعلق لذا بدأ علق سوف أفيض كما أفضت الآن أو أتكلم من ساعة ساعة ومس وهو هذا اللي ما سمعني كان في المستشفى عام العملية فمش فضي لي وفضي سكاة تانا لكن كأنك أي صفاعة تانية على وجهي والله العظيم إيش مضمون الرسالة مضمون الرسالة أنه الأكاديمي اللي أنا كنت في زيارته في المشفى عنده كتاب مش في الإسلاميات كتاب فكري إخوة، وسع أفاق الفكرية فبعث للأكاديم الآخر رسالة ظهر فيها الكتاب وإذا بالرسالة تأتي إلى متى يا دكتور فلان؟ إلى متى؟ دعك من هذه الأشياء الفارغة ألزم كتاب الله وصحيح البخاري أنت كبرت في عمرك أنت الآن صار عمرك كذا كذا إلى متى حظ لك وراء الكتب هذه تسخيف وترغيب عن أي قراءات غير القرآن والبخاري يعني الدين بالمعنى الضيق إليه تخيّل من واحد أكاديمي يعلم الله وحده الحزن الذي غمراني لم أعلق سكت استمعت بشيء؟ أو مرة إمكانية أعلق على موضوع ربما علاقت جرسة خاصة لكن هيك في الإله ليس معك إلى اليوم ما زلنا نشتر مثل هذه المقولات وهذه العقلية نفرع عن هذه العقلية لأن هذه العقلية قلت لك أنا تربيت عليها في المساجد والحمد لله لم تكسرني لذلك كنت أعتبر متمرداً وخارجاً عن الطوع للأسف ولذلك ما كانوا مهضمون كثير لماذا؟ بلقوا معي كتب لمصطف محمود ولد عمر عشر سنين كنت وعندي أسئلة وجودية كانت أتعبتني من وراء صغير والله أتعبتني حقاً يعني ليس أنا أجابة أفتعل طفل أتعبتني حقاً ففجأة لقيت كتب الله يرحم مرسى محمود الدكتور الطيب العارب بالله هذا الرائع منذقف النبيل محطوطة في خزانات مغلق عليها فتحت الخزانات وفي أول صفحة في خط الكبير ممنوع قراءته ممنوع قراءته خط كبير يتبشع جداً قبيح ممنوع قراءته وبعضها فيه رواسب ماركسية فيه مش عارف رواسب كنت أريد أن أرى ما هي هذه الرواسب الحمد لله وقعت على حوار مع صديق الملحد بعدين الماركسية والإسلام وحوار مع خالد الملحد الدين وقعت على كنز بالنسبة لي طفر الزيق عشر سنة حوار مع صديق الملحد أو كلها جبهات إلحادية وأنا كذا كذا ليس مثل زي البدية ولا مرة لقيت شيخ في القضايا فقصة من أيامها بدأت فتعلمنا بطريقة ثانية أنه لا يشعرونك بالإثم إذا اشتغلت بغير القرآن والبخاري وكتاب الأملة الشافحة كتب الدينية التقليمية كسيبة وين الناس وين الفيزة والكيمة والأحياء والدنيا والفضاء الناس تقدمت كالك كسيبة ليس كثير فنحن الآن لسنا والله العظيم بحاجة إلى مثل هذا الخطر الذي قلت نحن المشايخ مرة يقول الله لا يكثر من أمثالنا ولا يكثرنا لأنه لما يكثرنا ساهمنا مساهمة سلبية في مزيد من تنويم الأمة مزيد من تخليف إنجاز التعبير تجعلها متخلفة أو خلفنات الأمة وليس العكس وليس العكس وكان المفروض يكون العكس تماماً كما فعل أباؤنا وأجدادنا